في العاصمة الأثيوبية أدي سباباً طلقت أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي تحت شعار اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً نحو حلول دائمة للنزوح القصري في أفريقيا المشاركون في القمة يبحثون تطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول العام 2020 وجهود إحياء السياسة الأفريقية لعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات بالإضافة إلى أنشطة مكفحة الإرهاب وتطرف بالقارة سمراء جدول الأعمال يتضمن أيضاً مناقشة تفعيل منطقة تجارة الحرة القارية والتكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط القاري وكذلك تطوير التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية وشركاء الاستراتيجيين من الدول والمنظمات من أجل حجد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في أفريقيا أما فيما يتعلق بمحور السلم والأمن فمن المقرر أن يبحث الرؤساء الأفريقى آخر التطورات بشأن النزاعات في القارة والمساعي الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد فإن دول الاتحاد ستبحث خلال مؤتمرها تفاصيل جديدة متعلقة بجواز السفر الأفريقي الموحد ذلك الحلم الذي طالما تحدث عنه الأفارقة في انتظار جواز سفر يجمع مواطني الدول الأفريقية الخمس والخمسين غير أن المحللين يرون أن بعض بنود جدول الأعمال مفرطة في التفاؤل إذ من الصعب تحقيق مبادرة إسكات البنادق في القارة بحلول العام المقبل في ظل نزاعات مسلحة تفتك ببعض دولها منذ سنوات عديدة مثل ليبيا وصومال كما أن منطقة تجارة الحرة القارية وجواز السفر الموحد يبقيان حلما بعيدا منال ما لم تخطو دول الاتحاد خطوات جادة نحو وحدة اقتصادية وسياسية يصبح الاتحاد بها قوة دولية يعتد بها فهل ينجح الأفارقة في إنجاز ذلك؟